السلام عليكم. في سؤال بيسأل لو انا شغال على ملف ريفيت عايز اعرف الملف اللي مدهت عليه دوت كان تنبلت معماري ولا انشائي ولا كهروم طيب التسمية نفسها احنا اللي بنسميها تمام فممكن تعمل واحد معماري على انشائي وتعمل واحد بيفاء الثلاثة مع بعض ايه الفرق من التنبلت المعماري والتنبلت الانشائي الفرق انها بكون عامل بعض الاعدادات البسيطة وحاصة شوية فاملي انما ممكن بكل بساطة امسك التنبلت المعماري وغير شوية خاصات بسيطة ويبقى امي بي احط مثلا الفيتنج بتاعت الكيبر تري وبتاعت الداقطات وبتاعت البيب خلص يبقى انت كده شغال زي الفول تمام وشغال امي بي فبش فرق انا بدي ازاي المهم الاعداد بتاعت يكون مصبوطة ما اخدش وقت في ان انا كل شوية جاعة اطبع الاي لارمام بش مصبوطة فاعده اضبط في فامليكتر نقصة الفيتنج نقصة الاعداد بتاعت اليونت و هكذا فانا بزبط التنبلت اللي انا عايزه ممكن اعمل التنبلت معماري انشاء وكهرامكانك الفواحد بس او تنبلت معماري داخلي وتنبلت لشغل الفنادق يعني التسمية لا مش احط في الاستلاح اختار الاسم اللي انت عايزه وش مهم التنبلت اللي انت بدي بيه المهم ان انت تكون فيه الاعدادات اللي انت مشغالها على كويس و احسن حاجة هو اخر مشروع اخر مشروع تستيفه كتنبلت وتبدأ تشغل عليه سلام موسيقى موسيقى موسيقى